اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني أصحاب السمو أصحاب الفضيلة والمعالي أيها السادة الحضور يشرفني يا صاحب السمو أن أقدم إليكم اليوم هذه النخبة الممتازة من الشخصيات العلمية التي استحقت هذا العام جائزة الملك فيصل العالمية فقد فاز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام شخصيتان إسلاميتان عرفتا بمواقفهما المتميزة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين وهما الأستاذ أحمد حسين ديدات من جنوب أفريقيا والدكتور رجاء جارودي من فرنسا أما الأستاذ أحمد حسين ديدات فهو مجاهد كبير عرف بعمله الجاد المتواصل في الدعوة للإسلام منذ نحو خمسة وثلاثين عاما وكان طيلة تلك الأعوام مثالا للداعية المسلم الذي يقوم بعمله الخير بصبر وجلد ولقد عرف عنه دفاعه عن الإسلام ومناقشته لخصوم الإسلام ومناوئيه ومجادلتهم في مناظرات علنية كما عرف بمشاركاته العديدة في المؤتمرات الإسلامية وإلقائه العديد من المحاضرات في وسائل الإعلام المختلفة وإنشائه معهد السلام الإسلامي لتكوين الطلاب والدعاء وتدريبهم على القيام بالدعوة الإسلامية وبتأليفه جملة من المنشورات والكتب التي أصدرها خدمة للدعوة إلى جانب ما عرف عنه من محاربة التبشير ومحاولة توعية المسلمين بأصول عقيدتهم النيرة وأحكام دينهم الحنيف ويسرني الآن أن أدعو فضيلة الأستاذ أحمد حسين ديدات لتلقي الجائزة من يدي سموكم الكريم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإن شكرتم لأزيدنكم صدق الله صدق الله من رجيم شكرا للمشاهدة 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 بذلك جميعا للمشاهدة شكرا للمشاهدة مؤسسية سنوات السائل شكرا للمشاهدة وراء ما دونها جميعا للمشاهدة التي تحاولنا أن نحن نحو. نحن نجد تقنيقات مباشرة في مباشرة. ما تقنيقاتنا للتعامل مع المسلمين العالم. ما هي المطمئة كما يقول الله تعالى في القرآن أدو الى سبيل ربك بالحكمة نتواجمنا جميعا إلى طريقك المجموعات تلك الغراء ولما وعظة الحسنة ومع جميعاً أفضل وجادلهم باللتية أحسن وغذرهم باللتية معهم في طريقما that are based on most gracious and we have developed these techniques of how to call the Jew towards Islam the Christian towards Islam the eighth is the Hindu towards Islam and in the words of the Holy Quran I say pull tell them ya halal kitab o people of the book o Jews and Christians that we come to common terms as between us and you let us get on to a common platform we are asked we are commanded to call the Jews and the Christians to a common platform and that common platform Allah bari tala gives us the terms and conditions of getting together number one that we worship none but Allah and that we associate no partners with him and that we do not take from among ourselves Lords and Patons other than Allah but if they turn back tell them that we are Muslims we have submitted our will to the will of Allah not that message this Quranic message is now collecting dust in the top copy museum in Istanbul if you go to Istanbul in the museum you will find a letter written by our Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 years ago that letter was addressed to Emperor Heraclius at Constantinople which began with the first verse of the Quran Bismillahirrahmanirrahim in the name of Allah most gracious most merciful it continues from Muhammadur Rasulullah to Heraclius the Emperor Constantinople accept the religion of Islam and be benefited and this Quranic verse that letter is collecting dust not physically but spiritually that message is collecting dust it is about time that the Muslims of the world took that message once more again from from collecting dust and spread it to the Jews and the Christians and invite them to religion of Allah and I hope and pray that you also hope and pray with us that Allah give us success in spreading his message throughout the world